أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي شهدها الإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبلها موقف مصري واضح منذ اللحظة الأولى برفض تام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على قضية الفلسطينية من التصفية وأضاف رئيس السيسي أن مصر تحرص على العمل في إطار ثوابتها الراصخة لإرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي وكذلك موقفنا الثابت بالإسرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة كل هذه تشكل الثوابت الراسقة التي تحرس مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى هو إرسال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها ترجمة نانسي قنقر